وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمرارا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة حيث تم تفتيش 40 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 27 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فأن الجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة اشتركوا في القناة